هكمل بقى وحكمل من كلامك من كورتليات خيانوح كمان للتنافس اكبر كمان وشالنج تاني بس هنا تحديدا لفريق رجال سلة الاهلي برضو على نظيره هو فاز فريق دجلة الجامعة العراقي كان فوز رائع جدا كانت نتيجة 92 سبعة وسبعين في اولى مباريات البطولة العربية طبعا لكورتل سلة ناس كتير جدا بتتابعها كورتل سلة مؤخرا كمان نالت اهتمام جموع كبيرة جدا من المتابعين لان كمان بقت تقدم متعة الاول يمكن ما كانش فيه المتعة في كورتل سلة لكن دوقتي بتلاقي فعلا متعة بتلاقي محترفين بتلاقي لعبة حالة فعلا لايوا يعني ممكن انت شوية اه طبعا مش هنقول ليقارن به في امريكا وغيره لكن فعلا فيه مستويات برضو قوية جدا عندنا البطولة دي بتقام مفروض في قطر حتى يوم 12 اكتوبر طبعا الجاري وحيشارك في البطولة من مصر تحديدا اول فريق نادي الاهلي والاتحاد السكنداري كنت توفيق ليهم طبعا حيبدأ الاتحاد السكنداري كمان مبارياته في البطولة النهاردة بإذن الله حيواجهوا اتحاد الجزائر وده برضو خلينا نقول فريق مش سهل يعني برضو لازم نحط في اعتبارنا ايه الفرق الممكن يبقى فيها فرصة وممكن يبقى فيها تحدي اكبر اعتقد الاتحاد الجزائري لأ حيكون او حتكون مباراة قوية جدا بس على كل حال انا عايزة بس اعلق على نقطة ان الفريق برضو بقيادة لازم ندي هنا برضو يعني او نقول شكرا لأجوستي بوش على كل اللي قدمه سواء الموسم اللي فات او كمان فكرة هنا الدعم المعنوي نكلم فنيا او الدعم المعنوي كمان اللي هو بيقدمه لان عارف لما مدير فن يا كريم عندك الجميع بيكتمع على اولا حبه دي نقطة مش بتبقى سهلة ابدا تاني حاجة فنيا هو فعلا راجل عمل او عمل طفرة كبيرة فيه الاداء وده واضح من النتائج بقى مش احنا اللي بنقول النتائج جهاز بتتكلم عن نفسها فهو قدر يجمع بين الحاجتين حب الناس لي حب الجماهير لي وفي نفس الوقت كمان الاداء المختلف لانه هو فعلا قدم نوع مختلف فنيا في كورة السلة تحديدا يعني عندك طابعة مختلف بقى فيه قوة نفسية غير طبيعية غير مسبوقة فهو مدرب فعلا قدر يطلع كل امكانيات اللعيبة بجانب كمان السفقات الجديدة خلي عندنا تموح كجماهير ان اي بطولة بنشارك فيها لانحنا عايزين اللقب بتاعها وده تحديدا اللي بتكلم عنه اللي حصل الموسم اللي فات لما حصدنا هنا كل البطولات باستثناء بس كان كاس السوبر وحضراتكم عارفين يعني المباراة اللي هي الغيت طبعا بسبب حدث الجماهير وفات احد المشجعين واعتقد كانت وقتها لمسة محترمة من النادي الاهلي بشكل كبير وده اللي كان المتوقع به المناسبة هو اهدى يعني في اعادة اللقاء كاس السوبر يعني للاتحاد واعتقد برضو كانت حاجة لابد ان هي تحصل فيعني اداء اكثر من رائع فاتملنا ان احنا نبني عليه طبعا الموسم الجديد لكن طبعا حيبقى فيه تحديات طبعا مختلفة يعني